سيد محمد يعني برأيك ما التحديات التي تواجه المجتمعين من أجل وصول إلى هذه الصفقة المحتملة يعني التحديات هي متمثلة بالإعاقة الإسرائيلية يعني طبعا موضوع التشدد الإسرائيلي في موضوع عودة السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة هذه نقطة أساسية طبعا وموضوع قيام السلطة قيام الدولة الفلسطينية المستقلة الرهان الأمريكي ممكن أن يكون رهانا على مدى يعني أكثر من وسطة على مدى بعيد أن يقتنع الإسرائيليون لاحقا طبعا من الصعب تصور إمكانية إقناع إسرائيل إسرائيل نتنياهو والمتطرفين في القيادة الإسرائيلية بإمكانية الوصول إلى هذه الحلول الحلول الأمريكية طبعا بالتنسيق مع دول عربية إقليمية وأيضا مع الاتحاد الأوروبي أو دول ضمن الاتحاد الأوروبي يعنيت بشكل محدد فرنسا وهو مبرر وجود بيرنز اليوم في فرنسا ليجري هذه الاتصالات مع موفدين من مصر وقطر وإسرائيل من الصعب تصور تبديل أو تغير في الموقف الإسرائيلي على المدى القصير لربما عرف الإسرائيليون أو القيادة الإسرائيلية الحالية أو قيادة لاحقة بأن لا أمن لإسرائيل دون سلام وأن لا سمن لا سلام دون إزالة الحقد الفلسطيني المتزايد الحقد الفلسطيني ازداد حدة مع هذه الحرب على غزة بهذا الشكل وهذا العدد الكبير للضحايا المدنيين الفلسطينيين إذن لا يمكن أن نصل أن تعيش إسرائيل بسلام دون إزالة هذا الحقد والضرورة الأولى لإزالة هذا الحقد المتنامي لدى الشعب الفلسطيني هو قيام الدولة الفلسطينية المستقلة